خلينا نتكلم على الأهلي الأهلي مش هتكلم على الأهلي والمقاولين لأهلي عايزة أعرف رأيك في الأهلي الموسم ده يعني من بداية الموسم الجديد دعبنا أربع عطشاط إسماعيلي بنك أهلي زمالك ومبارح المقاولين مش هاي في اختلاف أو فوارق بين الأهلي الموسم ده والموسم اللي فات لا وطبيعي كما معودنا النادي الأهلي في البدايات أنه بياخد المبادرة بيسجل العلامة الكاملة في طول المباريات لكن اللي كان يعني غريب شوية على الفريق أو على الجماهير أو على الناس هي طريقة اللعب بتاعت مستر موسماني يمكن ده ظهر بشكل جيد في مبارات الزمالك وقدر أنه يحقق نتيجة كبيرة جدا على يعني في مبارات القمة الخصم طبعا كنادي الزمالك المأخوز على مستر موسماني هي طريقة اللعبة 3-4-3 ويمكن هنا مجموعة اللعبة قدرت أنها تتنجح الطريقة بشكل كبير جدا وكان واضح في مبارات البداية المبارات الإسماعيلي أن الفريق متمرن على الطريقة دي واللي منجحها بشكل أكبر هو أداء حمدي فاتحي وأداء طرفين الملعب اللي التوارب شكل كبير جدا وخصوصا أكرم توفيق هم أنا شايف أن هم أبرز العناصر المنجحة طريقة الرجل سواء أكرم توفيق أو علي معلول مع المركز الجديد اللي أنا بشوفه الحمدي فاتحي ومش جديد عليه لأن أنا كنت متابع حمدي من أيام ما كان في ضمنهور وهو بيلعب المركز دوت اللي هو بيلعب ليبرو مقلوب قدام السردباكين وفي نفس الوقت أول ما النادي الأهلي بيفقد الكورة بيرجع كليبرو بيقدر يأمن وراء السردباكين مع ارتداد سريع من أكرم توفيق أو علي معلول فبيبين الطريقة هنا خمسة في تقفيل في الدفاع لكن في الهجوم أنا بشوف أن ما يميز النادي الأهلي على مدار المباريات سواء في الدور المحلي أو على مستوى دوري أبطال أفريقيا هو قسرة المفاتيح اللعب لداخل الفرق لعيبة أداءها تطور بشكل كبير جدا في نفس الوقت شوف حمد فاتحي بيسجل وقال يدلوقتي متلاقى الدفندرات اللي في مصر اللي هي بتروح حجونه وبتسجل وبيقدر ان هو يشوت تيجي في العرضة وعنده نزع هجومي تراهن على الطريقة دي انه مستر المسلماني يكمل بيها الموسم يعني بما انها ثبتت نجاح من بداياته وخصوصا في مطشين يعتبروا من العرى التقيل ومطشات الأهلي كلها كتت صعبة حتى مطش اللي قدام بنك الأهلي ومطش قدام المقاولين اختلاف طرق اللعب يعني ما بين الزمالك والإسماعيل اللي حاول ان هم يهجموا الأهلي فالمساحات كانت مفتوحة فالأهلي قدر يسجل عدد كبير من الأهداف عن البنك الأهلي والمقاولين اللي لجأوا للزون ديفنس بس في النهاية دي بتبت بنفس الطريقة انه كنت تتحقق العلامة الكاملة تتوقع ان مستر المسلماني يراهن عليها بقية الموسم ده اللي أنا بشوفه وتكلمتي فيه قبل كده ان ان شاء الله بالطريقة دي وبمفتاح اللعب اللي هي هتفرق معاك بشكل كبير جدا وهي في حالتها الطبعية وهي في حالتها الطبعية هتنجح لك طريقة اللعب هي طريقة هجومية وفي نفس الوقت دفاعية مع عناصر انا زي ما قلت لحضرتك هتقدر تنجح لك الطريقة لكن هممكن تواجه صعوبة شوية مع الفرق اللي بتعملتها كالطولات دفاعية او قفل مساحات وهنا زي ما بقول لحضرتك دايما او بقول لأي حد وما بتكلم على النادي الاهلي ان من قطر مفتاح اللعب داخل النادي الاهلي هي بتسبب مشاكل وازمات لأي فرقب اللعب النادي الاهلي وخصوصا ان طريقة اللعب الطريقة اللعب دي حتى لو في مشاكل ان انت اي فرقة بتقفل لك الاطراف افل لك طرف المين او طرف الشمال بتقدر تهاجم من القلب عن طريق افشا وفي الطريقة دي ان افشا عنده من الزكاء ومن القدرات الفنية ان هو بيقدر يسحب نفسه ويخش رقم عشرة او ما بيخش عشرة وده بين في امبورات الزمالك في الهدف اللي جبنات بتاع اليو ديانج اول ما افشا سحب نفسه ودخل عشرة بدأ هو اللي بيلاعب الفرق هو مفتاح اللعب وحلقة الوسط بين خط الدفاع والهجوم وهنا الكرة لما بتعدي على افشا لأ بيبقى فيه خطورة